حكاية تانية النادي الاهلي رفض تماما تماما مقترح من وكيل محمد الضو كريستو انه يتم فسخ التعاقد بين اللاعب والنادي الاهلي بالتراضي ويرحل اللاعب عن الاهلي مجانا النادي الاهلي اشترط انه اللاعب يرحل عن الفريق او النادي بشكل بيع نهائي عن طريق النادي او على سبيل الاعار لكن فكرة انه انا افسخ التعاقد مع كريستو وكريستو هو يشوف اموره الكلام ده مرفوض تماما في النادي الاهلي وانت عارفين انه واضح ان مارس الكولر مش مقتنع بكريستو مش مقتنع بكريستو خالص خالص يعني طيب الاهلي كمان مستني عرض رسمي يجيله لاليو دينج خلال الساعات القليلة القادمة ايو دينج بلغ النادي الاهلي ان فيه عرض رسمي هيوصل للنادي لضم اللاعب النادي الاهلي مستني العرض الرسمي عشان يشوفه ومش هيسمع ليه كلام الوكلاء فقط يعني فيه وكلاء بيقول كلهم عن النادي الاهلي ده فيه نادي فلاني عايز ايو دينج ده فيه نادي علاني عايز ايو دينج انه هيجيله الاهلي هيجيله عرض رسمي بخصوص اللاعب خلال ساعات قليلة او خلال ايام قليلة او خلال ايام قليلة